مرحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل مبادرة وادي التكنولوجيا واحدة من المبادرات الجماعية اللي بيتم اطلقها لدعم ريادة الاعمال والابتكار في قطاع التكنولوجيا التطبيقية مبادرة دي هيكون لها ملتقى توظيفي وهيتم لأول مرة لخريجي الجماعات التكنولوجية خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن المبادرة دي يعني ايه وبتعمل ايه وبتفيد ولادنا ازاي كل ده من ضفنا اللي موجود معانا في الستوديو النهاردة دكتور اسامة حمدي المدرس ببرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية صباح الخير على حضرتك صباح النور يا خاندي اهلا اهلا بيكم نورنا يعني في البداية عايزين نتعرف منك على المبادرة ايه هي وايه اهدفها وازاي بتفيد يعني طلبة الجماع بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة ان المبادرة دي هي مبادرة مصرية الهدف منها ان هي تدعم المجتمع بكوادر والشابة المبتكرة وان طريق ده طبعا ويتعمق ثقافة العمل الحر وريادة الابتكار طبعا ده بيجي عن طريق ان احنا بند دورات او تدريبات للطلبة الموهوبين بما يفيد طبعا في تحقيق التقدم للمجتمع المصري في مختلف المجالات ومن اهمها المجالات التكنولوجية طبعا كل ده في اطار رؤية مصر واستراتيجيتها 20-30 ايه هي جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وايه هو قسم الطاقة المتجددة وايه هي علاقتهم بالمبادرة الجامعة هي جامعة تكنولوجية صدرت او انشئت طبقا للقانون 72 لسنة 2019 اول اعوامها يعني 20-20 اول اعوامها كانت 19-20 الجامعة كانت لسما خرجت شحن ان شاء الله السنة دي اول دفعة في البكاليريوس هي خرجت دفعة في الدبلوم العالي النهاردة ان شاء الله في الملتقى اللي هنتكلم عنه هيتم التكريمهم والاحتفال بيهم الجامعة هي كانت واحدة من ثلاث جامعات جامعة بنسوف التكنولوجية وجامعة الدلتا التكنولوجية وجامعة القهارة الجديدة التكنولوجية التالت جامعات دول كانوا باكورة تطوير التعليم الفني في مصر الحقيقة ان طبعا كان في خطوات كتيرة سابقة لهذا الموضوع من ضمنها كانت المجامعات التكنولوجية والكولات التكنولوجية اللي تم في النهاية بلورت كل المبادرات دي في اطار واحد اللي هو الجامعات التكنولوجية واستنادي بالذات يمكن تم فتح مزيد من ان الجامعة كانت حوالي 6 جامعات في أسيوت وطيبة واسكندرية وبرسعيد الاخره فالحمد الله في اهتمام كبير من الدولة في هذا الاتجاه اللي هو اتجاه التعليم الفني وتنميته بالنسبة للاحتياج سوق العمل والتنمية برنامج الطاقة الجديدة ومتجددة هو أحد البرامج الدراسية الموجودة داخل الجامعة وبيهدف الى تخريج طلبة في التخصصات الخاصة بالطاقة الجديدة المتجددة زي الطاقة الرياح الطاقة الشمسية وغيرها الحاجات دي طبعا الهدف منها ان احنا خرج تكنولوجيين متخصصين في المجالات اللي تخدم حاجة الدولة في التخصصات دي خاصة ان الدولة مقبلة على التوجه والعالم كله طبعا توجه الطاقة الجديدة ومتجددة المبادرة علاقة الجامعة والبرنامج هو مش البرنامج الوحدة هو كل برامج الدراسية موجودة في الجامعة هو فيه اكتر من برنامج زي برنامج الميكاترونيكس وبرنامج الاوتوترونيكس وبرنامج الاطراف الصناعية وتكنولوجيا الانوناء البترول وبرنامج تكنولوجيا المعلومات كل برامج دي في اطار المبادرة بتهدف الى ان هي ترعى الموهوبين والمبتكرين من خلال ان هي تدعم افكارهم وتقدمها للمستثمرين علشان يحصل رعاية ودعم وتوصل لمستوى الانتاج بالنسبة للمجتمع طيب يعني ازاي بقدرنا او قدرة المبادرة دين هي تدعم مجال ريادة الاعمال الحقيقة ان مجال ريادة الاعمال هو مجال يعني بيحدد او بنقدر من خلال نحدد الافكار او الابتكارات او المشروعات اللي بتحل المشاكل في المجتمع بندعمها سواء عن طريق الدعم المادي او توفير المولد اللازمة لها وبعدين بنعمل منها نموذج او سكيل صغير للفكرة اذا كانت الفكرة نجحة يعني انتوا بتخلوا الطلبة مثلا يبتدوا يعملوا افكار لمشاريع اه اه الطلبة طبعا هم عندهم افكار وعندهم حاجة يقدروا يحلوا بيها مشكلة بيقدموا الفكرة بتاعتهم وابندعمهم في ان هم اولا بالتدريب ثم بعد كده في مجال الدعم الافكار او بنجيب لهم جهات مانحة او داعمة تقدر تدعم الفكرة دي في مستوى التصميم في مستوى التنفيذ لغاية لما تبقى الفكرة ان نقدر نعمل منها نموذج مصغر بروتوطايب اه بالزبط كده بروتوطايب او موديل ناجح في الحالة دي بنجيب المستثمرين او اصحاب المشاريع او رجال الاعمال بلزبط يقدروا يدعموا الافكار دي بحيث ان هي توصل لمستوى الانتاج ونعمل ستارتابس او شركات ناشئة من الخرجين علشان يقدروا يدخلوا سوق العمل ويوظفوا شباب ويحققوا ربح مادي ده هو الهدف الاساسي انتوا قردي مرنينهم وعارفين عندهم النوهاو بتاعتهم هم بس اقول ما يطلعوا يطبقوا اللي هم تعلموا ده اه ده في مجال انه هو في مجال الحاجات الموجود دلوقتي لكن احنا كما نبتكار الحاجات اللي هي بتبقى جديدة الحل او بتوظف الموجود علشان نطلع منه وسيلة جديدة او حاجة جديدة نقدر نخدم بيها المجتمع او نحل بيه مشكلة قائمة ايه ابرز هذه الافكار اللي قدمت وهل بالفعل لقد قبول هل في مستثمرين دخلوها نقدر نوم بداخلوا مرحلة الستارتاب احنا عندنا في الجامعة في بعض المشروعات اللي هي تم يعني حصول على دعم من مركز البحوث اللي هي خاصة بالطاقة الجديدة متجددة زي مثلا افكار عن استخدام الطاقة الشمسية في تنظيف الشواطئ والمياه المشروعات دي يعني كانت قدمت بالفعل بعضها يعني قدمت بالفعل من الجامعة منتسبين الجامعة سواء كانوا هيئة معاونة او مجموعة من الطلبة معاهم والحمد لله لقيت دعم ولقيت نجاح وحاليا هي في مرحلة التصميم والتنفيذ ان شاء الله لو تمت يعني بإذن الله زي 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 ما نقول لحضرتك المجال اللي هي عارف حضرتك مثلا البمب اللي هي المضخات اللي بتعمل عملية سحبل المياه في النهاية بيتم ايه سحبل المياه وتنظيفها وعادة تدويرها مرة اخرى او عادة ارسالها مرة اخرى للمكان وهي نظيفة طبعا ده مهم او كويس في حفاظ على الشواطئ في الحفاظ على الانهار الحاجات دي بتشتغل بالطاقة الشمسية البمب دي الهدف ان تشتغل بالطاقة الشمسية حاليا هما في مرحلة التصميم والتنفيذ والدعم اللي حصل عليه من المركز بيتح لهم الفرصة ان هما يعملوا سكيل او موضل للنموذج بتاعهم ان شاء الله المرحلة اللي بعد كده ان احنا نجيب لهم مستثمر بقى او نجيب لهم احد الرعاء اللي هو يقدر بعد كده ينفذ المشروع ده على سكيل انتاجي طيب المبادرة ليها ملتقى توظيفي عايزين نعرف ده بيبقى يعني ده بيبقى زي الامبليومنت فارزل موجودة في الجماعات ولا مختلف شوية عنه بيعمل ايه بزبط النهاردة ان شاء الله يعني يشهد اول يوم من ايام الملتقى التوظيفي السيد الوزير دكتور ايمان عشور وزير التعامل على حفاظتح الملتقى بنفسه ده مش خاص بالجامعة القاهرة التكنولوجية الوحدها ده خاص للجامعات التكنولوجية كلها الهدف منه ان احنا نفتتح السيد الوزير افتتح الحاضرات التكنولوجية الاولى في الجامعات التكنولوجية في جامعة القاهرة الجرية التكنولوجية اللي احنا من خلالها هنقدم الافكار والابتكارات ممكن الطلبة تقدمها في مجالات التكنولوجية المختلفة ونقدر نعمل لهم لينك او نربط ما بينهم وما بين الرعاء او ما بين المستثمرين او اصحاب الشركات علشان يقدروا يرعوا هذه الأفكار ويطلعوها في شكل خدمات أو أبليكيشنز تفيد المجتمع وتحقق لهم ربح مادة سواء للمبتكر أو الباحث أو لصاحب الرأس المال أو المستثمر نتكلم عن إنتربيونيرز أو رواد الأعمال الناس كلها بيتتجه يعني أنظرها ناحية الأبليكيشنز أو الويب سايتز رغم أن فيه سوليوشنز تانية خاصة متفق معي فتا طبعا دي أكيد ليه بقى وجهة النظر دي عندك وعندي وليه الواقع غير كده واللي عندك برضو نفس الكلام الأفكار متنوعة كتير ولكن دائما بقى فيه تركيز على اتجاه معين نتيجة أن ده أكثر تأثيرا وانتشارا بين المجتمع لكن على أرض الواقع كل الأفكار اللي احنا حوالينا بنشوفها هي مش مقتصرة فقط على الـ IT أو البرامج ده ده أحد الابليكيشنز أو ده أحد الجوانب الخاصة بالابتكار لكن الابتكار أفكاره كتير وزي ما ذكرت من حضاك من شوية استخدامات الطاقة المتجددة واستخدامات التكنولوجيا في أفكار تساعد المجتمع لأنه يتخلص مثلا من الملوسات أو تضيف للمجتمع قيمة إضافية في أشياء مختلفة طبعا نردت الأعمال بصفة عامة الهدف منها أن احنا نعمل ستارتابس للرواد الأعمال سواء كانوا مبتكرين سواء كانوا بحيثين سواء كانوا مشترين الأفكار دي بايرز هما التلاتة كلهم مستفيدين من خلال أن هما بياخدوا الأفكار دي يوفروا لها البيئة المناسبة للدعم للبحث للتصميم للتنفيذ لغاية لما يبقى المنتج أقدر أعمل بي عملية جذب للمستثمرين وأطلع بي شكل مفيد للمجتمع سواء من ناحية المنتج كخدمة أو من ناحية أن أنا وظفت ناس في المشروعات المختلفة طبعا دول العالم المختلفة اللي فيها يعني ستارتابس على سبيل المنساء مثلا للولايات المتحدة أو أمريكا عندهم أكتر من 90% من الشركات الموجودة هي ستارتابس طبعا بتوظف أكتر من 50% من الموظفين أو العمالة الغير حكومية فده إحنا بنهدف أن إحنا في مصر نرتقي بتجربة ريادة الأعمال بأن إحنا نوصل بأن العمل الحر أو نغير ثقافة العمل عند الشباب من الاستعانة بالوظيفة التقليدية إلى الابتكار وإيجاد حلول مختلفة للمشكلات وبالتالي عمل شركات تخدم المجالات دي من خلال أن هم يشتغلوا ويجيبوا ربح لنفسهم وكمان لموظفين معهم وبالتالي حيوظف عمالة وده يعود على الاقتصاد بالتنمية والعائد أنا بقى عايز أسألك في النقطة دي بالتفصيل يعني أنا دايما بشوف أن لو كلنا اعتمدنا على الوظيفة واستنينا دورنا في الوظيفة دي نحن نشتغل مش هنخلص يعني أكيد مش هنعرف كلنا أو مش هنطلع بره إطار معين فيه ناس كتير بتوعان ده أطموح أكبر وعايزة تحقق إنجازات كتيرة فبحث أن التفكير برس صندوق في أن أنا أشوف بدل ما يعني أستنى دوري في حاجة معينة لا أفكر المشاكل الموجودة والحلول اللي ليها وأقدر أدعم ده إزاي وطور من حاجة زي دي إزاي أنا كشخص فعايزة أعرف فكرة أو دعم ريادة الأعمال في المطلق إزاي هيعود بالإجاب على الاقتصاد المصري فوجة نظرك الحقيقة نردت الأعمال إحنا ممكن ما زلنا لسه في البداية بنحاول إن إحنا ننشر ثقافة العمل الحر والاتكار وردت الاتكار عند الشباب لأن إحنا مش متوقعين إن كل العدد الخرجين ده يطلع يلاقي مثلا وظائف سابتة أو وظائف مثلا في أماكن الشركات ليه هو ما يبدأش بنحاول نقول له ليه ما تبدأش أنت شركتك الخاصة بنفسك ليه ما تبدأش أنت البزنس بتاعك هيقولك أنا ما عنديش فند ما عنديش تمام آه ما هي دي بقى اللي إحنا بنحاول إيه نساعده فيها نحنا بنضربه الأول عشان إزاي يوجد طريقة أو فكرة لمشروع معين يبدأ به وبالتالي يقدر يجيب مستثمر يدعم هذه الفكرة طبعا إحنا في الجامعة عندنا بدأنا بتدريب الطلبة على ربط العمل بأن إحنا جبنا مدربين متخصصين في المجال ده ودربنا الطلبة في الكلية وبعدين بدأنا نعمل شراكة مع جهات خارجية عشان توجد حاضنة للأفكار دي في الجامعة واللي هي النهاردة بإذن الله هاتم اتتحها من قبل السادة الوزير اللي هي الحاضنة التكنولوجية الحاضنة دي من اسمها هي إيه؟ بتحتضن الشيء علشان يعني ينشأ أو ينمو فيها فهي عبارة عن إطار إطار بيجيب رواد الأعمال وأصحاب المشاريع بربط ما بينهم وما بين أصحاب الابتكارات والاختراعات علشان يوجدوا فكرة أو وسيلة أو إطار لتنفيذ هذه الابتكارات على وسيل على وسيلة أو بشكل يعني قابل التنفيذ والتالي أقدر أجزب استثمارات لي أكتر يبقى أنا كده ساعت الاقتصاد بأن أنا بضفتش أو ما ضفتش عمالة للسوق من غير ما تشتغل عمالة منتظرة في طبور الوظيفة قدرت أن أنا أوظف أفكارهم في أعمال مفيدة للمجتمع تحل مشكلاته أن أنا أجيب استثمارات الاستثمارات دي تشغل أصحاب رواد الأعمال دول سواء كانوا مبتكرين أو مخترعين أو باحثين في أن هم يحققوا أفكارهم في نفس الوقت تدر عليهم ربح مالي يبقى أنا كده إيه خدمت الاقتصاد من جميع الجارة طبعا هم أنا ما هشتغلوا مش هشتغلوا واحدهم هبقى معاهم موظفين تانيين في إطارات مختلفة سواء كانت محاسبة أو إدارة أو إلى آخره فبالتالي خدمت المجتمع من كل الجوانب الاقتصادية الدولة دايماً لما بتراحنا لقصة الانتربيونيرز أو رواد الأعمال بتتكلم من وجه نظر أن هي يكون حل أو solution technology ميجا بروجيكت يعني يشغل ملايين الوظائف زي مثلاً خدمات التاكسي الأجرى اللي معمولة على أحد التطبيقات الإلكترونية هل إحنا عندنا ده دايماً بنشوف في مؤتمنات رواد الأعمال اللي أنا ربما حضرت فيها كتير إن هي بتبقى أفكار ما بتشغلش ناس كتير هي بتبقى أفكار بتبقى حل الحاجة لكن ما فيهاش الفكرة اللامعة اللي تقدر تحل مشكلة بطالة ما هي الدولة عايزة أي من الانتربيونيرز هي عايزة تشغل شباب بالضبط الانتربيونيرشب ده لمجموعة أقسام أو أنواع فيه الـ small businesses وفيه الأعمال المتوسطة ثم الأعمال الكبيرة اللي هي الـ big scale ثم على كلا حاجات اللي هي الرياضة الأعمال اللي هي خاصة بخدمة المجتمع اللي هي بتبقى إيه يعني بدون ربح أو غير هدفة للربح هنا معظم الأعمال start-ups أو الأعمال اللي هي تبقى في الـ scale بتاع small businesses اللي هي إيه بتبقى حاجات صغيرة مثلا حتى ممكن نعتبر إن محل البقالة ده ده start-up يعني يكون واحد فتح مشروعه الخاص لنفسه فدهو اعتبر start-up لنفسه أي إن كان نوعه يعني لكن احنا بنتكلم دلوقتي فيما يخصنا كمجال تكنولوجي فمعظم الأفكار اللي هنتكلم فيها هتتحول إلى small businesses مش هتبقى في الحاجات الكبيرة توظف ملايين أو توظف ألاف لكن أنا لو عملت 20 شركة وكل شركة مثلا فيها 10-15 ده رقم كويس لأن دول هيخدم عليهم في الأعمال الغير مباشرة أعداد تانية أكتر لكن أنا مش هعمل شركة واحد ده مثلا وححط فيها 5-6-لاف واحد ده ده الوقت ما بقاش موجود حضرك بذكرت المستال الطيب اللي هو موضوع الـ applications إحنا عندنا تجربة رائدة لمحافظة القاهرة اللي هي مشروع كايرو بايك اللي هو نحن فيه application للعجل اللي هو الدرجات الهوائية إنها تبقى موجودة في مكان ما وأنا بالapplication وما ستستعملوا ناس كتير ما شغال شي لا ما هو الفكرة نفسها ده التاني وجد وظائف وظائف بأجر محترم فين الفكرة الحلوة؟ ما هو الفكرة هنا اللي مش شرط يكون العائد بتاعها دايريك المباشر أنا عندي عائد تاني إن أنا أولاً ما فيش تلوص البيئة نتيجة العربيات اللي بتمشي وبعنا كده خدمت البيئة فالمشروع المشروعات مش بالضرورة كلها الهدف الأساسي منها إن أنا أوظف واحد أنا بأخذ العائد منها بطرق مختلفة يا سيدي لو واحد كل سنة الدولة ترهن عليك واحد كده شغل مثلاً ستات البيوت اللي في المنازل يعملوا بتاعها العاجل ده مش محتاجة صيانة الدرجات دي مش حتاجة صيانة مش محتاجة فيه مصنع بيشغلها وبينتجها لما توسع في المشروع محتاج درجات أكتر إبقى أنا حشغل مصنع للحاجات دي إذن فيه عوائد تاني كنت شغل كم واحد أنا بكلم حضرتك إن أنا العدد اللي هو الشركة ألفات مش ملايين آه لا الفكرة أنا أولاً عايز ملايين بالضبط بس أنا توسع بقى في المجارات الأعمال ده هو الهدف يعني من احتكاك حضرتك المباشر مع الطلبة هل فيه إقبال على فكرة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة دي نحن نبتديها كلنا كأصحاب حتى مع بعض في الجامعة ولا بالنسبة لهم لأنا خليني في السيف سايد وأتخرج أشتغل عند حد أحسن الحقيقة أن الجيل ده بالذات يعني عنده وده مش غلط على فكرة يعني ده كمان مش غلط إن أنا أشتغل عند حد وأخد يعني خبرة وكده لكن إحنا بنقول حلو إن إحنا نفكر برا الصندوق وبنشوف دلوقتي طالبه في الجامعات يمكن في المدارس كمان بيعملوا فلوس من على الإنترنت وهم نشجعهم على كده أصلا نشجعهم أن هم ياخدوا هذا الاتجاه مش عشان التجاه التاني خطأ ولكن التجاه ده العائد بتاعه أفضل بالنسبة له يعني هو لو حسابها صح يلا أن العائد ده الاتجاه ده أفضل بالنسبة له بمعنى إحنا الجيل ده بالذات لسي كنت أقولنا شوية إن الجيل ده بالذات عنده تطلعات وعنده ثقافة وعنده حاجات ما كانش موجودة يمكن على أيامنا فبالتالي إحنا محتاجين بس لوجههم محتاجين لساعدهم إحنا بقى من خلال الجامعة من خلال الحضانات الحضانات التكنولوجية بنقدم لهم الكلام عن طريق الدورات التدريبية عن طريق سواء حتى في مناهج الدراسية إحنا مندرس الانتربيدانيورشب في المناهج الدراسية بتاعتنا بندي للطالب الثقافة دي بحيث يبقى عنده الرغبة مبدئيا ثم بعد كده من خلال الرغبة يبدأ بعد كده يشوف اتجاهه الفكري يقدر يعمل إيه يحل مشكلة إيه حال المشكلة اللي هو حيحلها دي أنا أخدها أستثمرها وأطلعها بشكل بشكل منتج يفيد المجتمع وفي نفس وقت يجيب له العائد اللي هو إيه مستني يبقى هو استفاد والمستثمر اللي اداله المبلغ اللي استثمر مع فلوس كمان استفاد نتيجة إنه هو هيبيع الفكرة دي بشكل يعني فيه فلوس أكتر أو فيه توزيع أكتر كانت فيه أوراق بحسية كتير يتكلمت عن يعني لما عقدت مقارنات ما بين تجربة رئيس الأعمال في مصر تجربة رئيس الأعمال في دبي الفرق بين الاتنين إيه من وجهة نظرك ليه هناك ربما السوق أصغر الناس أقل ولكن فيه معدل النمو أسر إحنا عندنا السوق أكبر في الحجم البشري والأعداد أكتر عندنا فوق الستين كلية هندسة صحيح نحن بنطلع ألافات المهندسين وهم عندهم كم جامعة كم يعد كم؟ ستين فوق ستين ستين فعلا خاص وحكومي أه ده أكتر ده حقيقي لأن إحنا عندنا كم جامعة حكومية فيها هندسة وعندنا كم جامعة خاصة فيها هندسة فلو عدت اللي دين فوق الستين جامعة ستين كلية هندسة إيه المشكلة فين المكمل الموضوع فين يا دكتر إحنا المشكلة مش إطار واحد أو من جهة واحدة هي متعددة بمعنى أول حاجة ثقافة المجتمع ثقافة المجتمع إن أنا أنا عايز وظيفة أنا عايز حاجة أقعد فيها كده دائما وخلاص ما استنى مرتب آخر الشهر فده ثقافة المجتمع الحاجة التانية الدولة الدور التشريعي لازم يتطور ولازم يتحدث بحيث أن يبقى احنا اتكلمنا أكتر من مرة عن الشباك الواحد اللي بيخدم المستثمر يتعامل بس لسه فيه شوية التأخير ده هو اللي احنا معطل التقدم بتاع الموضوع ريالتالأعمال ليه لأن أنا عشان أنشئ شركة محتاج موافقات من جهات عديدة محتاج تصريحات من أماكن عديدة ليه ما يبقاش فيه مكان مخصص أو موقع واحد مخصص لإنهاء كل الإجراءات دي أنا كده أسرت الموضوع أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي لما حاوز أفكر أن أنا أفتح مشروع بيئة دبي بالنسبة لي هتلاقيها أسهل وهتلاقيها أفضل في الطعام ولكن إحنا ماشيين في الاتجاه الحمد لله يعني ما قدرش أقول أن إحنا لا لا إحنا ماشيين فيه بس في نفس الوقت تنقصنا برضو لثقافة المجتمع وده اللي بنعمله في رت الأعمال أن إحنا إيه نغير الثقافة ويمكن يعني ده دور حضراتكم ودورنا إحنا كمان كأعلام أنه نصلط الضوء على مبادرات زي دي مبادرة وادي التكنولوجيا اللي في الحقيقة بتفيد العديد من الطلبة المصريين وبتخلق لنا جيل واعي وعنده فكر مختلف وقدر يفكر بره الصندوق وهو ده اللي إحنا محتاجينه في الفترة اللي جاية كل شكر لك الدكتور أسامة حمزي المدرس ببرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية شكرا لك على وجودك معنا